شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين جهاز شؤون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بهدف تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر بما يضمن الحفاظ على النظم البيئية واستدامة المخزونات السمكية وأكدت الوزيرة أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر وتعزيز هواية الصيد الرياضي بشكل يتوافق مع المعايير البيئية العالمية وأوضحت أن المسابقات ستلتزم بمعايير الصيد الترقيم إعادة الإطلاق وهي شرط أساسي لتنفيذها لضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول يشمل العديد من الضوابط منها الالتزام بعدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية ترجمة نانسي قنقر